قال الجيش البريطاني أن صاروخين استهدف سفينة قبالة اليمن انفجر دون أن يتسبب في أضرار أو إصابته وقالت العمليات البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني والتي تشرف على الممرات المائية في الشرق الأوسط أن الهجوم وقع جنوبي غرب مدينة عدن اليمنية في خليج عدن وسرعان مع حامة الشكوك حول جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على حماس في قطاع غزة ويقول الحوثيون أنهم يهاجمون فقط السفنة المملوكة لإسرائيل أو تبحر تحت علمها أو تلك المتاجهة للدولة العبرية أو القادمة منها تسعى جماعة أنصر الله الحوثية التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن من وراء هذه الهجمات تعالى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة تسعى جماعة